ترجمة نانسي قنقر سنجتمع بأطفالنا وزوجاتنا سأجتمع بالأشخاص الذين أحب جاءنا أحد الخاطفين وكان ملتحيا بدأ بقراءة آيات من القرآن ثم قال لنا أنتم إخواننا في الإيمان والإخوة في الإيمان لا تؤذي بعضها البعض أنتم أحرار وخلال هجوم كبير في حزيران يونيو اقتحم الجهاديون المسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية القنصلية التركية واحتجزوا الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم الذين كانوا متواجدين فيها رهاء وبينهم أطفال وأدرجا تنظيم الدولة الإسلامية في الآوينة الأخيرة على لائحة المنظمات التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذلك ما كان وراء رد فاعل هذا التنظيم بحسب المعلقين